موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم بكل خير أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من ساعة صباح وفيها الغيرة شرارة حب قد تحرق بيت الزوجية فكيف نرشد هذه المشاعر حتى لا تتحول إلى نيران شك ومبرر للتسلط موسيقى تسأل أحد الزوجات قائلة زوجي يغار علي بشكل هستيري حتى أنه بدعو هذه الغيرة صار يعد علي أنفاسي ويتحكم في كل تحركاتي فترد عليها زوجة أخرى ليت الأمر معي كذلك فزوجي دائما ما يخبرني أنه يثق بي بشكل مطلق هو لا يغار علي وأشعر أنه لا يحبني الأزواج أيضا يشكون من غيرة زوجاتهم بدرجات متفاوتة وتحول شعور الغيرة الفطري المطلوب أحيانا إلى خطر حقيقي قد يتهدد الحياة الزوجية وفي حلقة اليوم من ساعة صباح مشاهدنا سنتحدث عن الغيرة وسنرى ما يفصلها عن الشك أو الاستبداد لنصل في النهاية لتصور واضح عن الغيرة الحميدة بين الأزواج الغيرة بين الزوجين هي إحساس طبعي وهي مطلوبة إذا لم تتجاوز الحد وهناك أسباب عديدة للغيرة منها الحديث عن العلاقات التي تسبق الزواج الحالي حتى لو كان زواجا سابقا وهناك الانشغال من أحد الطرفين عن الآخر مما يجعل هذا الطرف يشعر بالغيرة من هذا الانشغال وهناك أيضا محاولة لفت نظر الطرف الآخر تعددت الأسباب وقد يكون القليل من الغيرة مستحسن أما الكثير منها فقد يخرج العلاقة الزوجية عن السيطرة لذا يجب أن نفرق بين الغيرة والشك الشك عدم سطر لكن الغيرة محبا يعني الغيرة محبة أنا شايفها كده لكن الغيرة اللي بشك دي وحشة أوي أوي يعني ما بتبقاش عارفها دي محبة ولا شك ولا إيه بس هي الشك عدم سطر المواقف على الغيرة الغير محتملة عديدة لا مثلا ما عزوين في حفلة أو في حاجة أو في رأس أو في واحدة بطور قصة فهي عينها عليك انت الستة وانا على جزة ويجوه بتبص محالين بتعمل عملية مراقبة جاندة الجزة ولو شكت يعني شكت شوية كده وانت بتبص روح ده والعام إيه اللي بالبدة في درها والله دايما تبقى الغيرة في المصايف يعني تبقى في المصايف طبعا نتيجة أن الواحد تبقى الدينة مفتوحة شوية ويكوني بقى فيه بقى نظرات شمية نظرات سيبين حاجات كده ممكن دي بتحصل فيها ايه شوية مشاكل شوية وحتى لا تصل الغيرة إلى مرحلة معقدة تنطلق من خلالها المشكلات والخلافات الزوجية بتعقيداتها المختلفة يجب على الزوج وزوجة المصارحة التامة والشفافية والتحدث عن كل ما يحدث خارج المنزل ومنح كل طرف للآخر مساحة من الحرية والخصوصية المغلفة بالثقة المتبادلة والحديث مشاهدين عن الغيرة المحمودة بين الأزواج نرحب بضيفتنا في الستوديو مريم المالكي المستشارة الاجتماعية والأسرية صباح الخير وأهلا وسهلا بك صباح النور ياهلا مرحبا صباح خير وأجزاء المشاهدين أهلا وسهلا بك قبل أن نبدأ مشاهدين هذا الحديث ننوه إلى أننا نتلقى مشاركاتكم واسئلتكم عبر أرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة وعلى صفحتين الجزيرة مباشرة على فيسبوك وتويتر كما يمكنكم متابعة البث الحيلي هذه الحلقة عبر موقع الجزيرة مباشر وكذلك عبر فيسبوك لايف وأنتم متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي برأيكم متى تتحول الغيرة بين الأزواج لنوع من الشك المراضي وكيف لا تتحول إلى مبرر لتسلط أو استبداد أحد الزوجين على الآخر أرسلوا بمشاركاتكم عبر صفحتين الجزيرة مباشر على فيسبوك وتويتر أستاذة مريم سأبدأ معك إذا أردنا أن نقدم تصورا للغيرة هل هناك تصور واضح لمعنى الغيرة؟ طبعا الغيرة كأي مشاعر هي مجموعة مشاعر وأحاسيس تكون طبعا في صدر الإنسان وأحيانا تظهر هذه المشاعر والأحاسيس في صورة سلوكيات وقد تكون هذه السلوكيات أحيانا سلبية وقد تكون إيجابية في بعض الأوقات إذا تحدثنا عن الغيرة بصفة عامة هي غيرة موجودة وأحيانا تكون غيرة محمودة ولكن قد تتحول هذه الغيرة إلى نوع من أنواع المرض النفسي أو تتحول بصورة سلبية تدمر سائر العلاقات في الحياة الاجتماعية ونتابع أيضا في نفس الحديث تنضم إلينا عبر الإنترنت من العاصمة الأردنية عمان المستشارة الاجتماعية نسرين خوري صباح الخير وأهلا وسهلا بك عندما نقول غيرة محمودة وأن نفرق بين الغيرة المحمودة وبين الشك ما المقصود بالغيرة المحمودة والغيرة الطبيعية نوعا ما صباح الخير لك يا سيدتي وكل أعزائنا المشاهدين طبعا أكيد هي الغيرة لازم تكون نقول شو والبهار الإيجابي للحياة الزوجية بس لازم يكون في توازن بالغيرة وأنها لا تزيد عن حدها السيئة لأنه إحنا في عنا غيرة إيجابية وفي عنا غيرة سلبية أو في عنا غيرة طبيعية وفي عنا غيرة غير طبيعية أو شديدة فكل ما بتكون الغيرة شديدة أكيد تتحول لمرحلة شك وهو بكون حد فاصل بينها يعني لازم يكون في غيرة لأنه هي بتكون يا إنتاجية يا بتكون مدمرة ولكن لازم يكون الغيرة من باب الاهتمام يعني أنا بقول أنه أنا زي ما قالت ضفتك العزيزة أنه هو شعور بالحب وشعور أنه هذا الشخص لازم يكون فيه علاقة ومشاركة ما بينه وبينه في العلاقة الزوجية وأنا أكون أعمله إشياء أهتم فيه ولكن إذا بتزيد عن حدها بتتحول لشك وبتكون مدمرة في العلاقة الزوجية فهي منقدر نقول من باب الاهتمام من باب المشاركة من باب الحوار ما بين الشخصين ولكن إذا بكون ما في أسباب للغيرة بتكون غيرة وهمية هي بتكون غيرة مدمرة أكيد نعم طبع عندما نقول غيرة بين الأزواج هل تقتصر الغيرة بالفعل هي على يعني هذه كمشاعر تقتصر بين الأزواج تحديدا لا مش ضروري تكون بين الأزواج أهلا إحنا منحكي أنا بغارة على شخص مش بغار من شخص نحن نحكي على الغيرة أنه أنا باهتم بالشخص لقبالي مش أنه بغار عليه منه سوري أنه في عنده مميزات أكتر مني أنا بقول بغار عليه هلأ ممكن أنا كأهل بغار من شريك حياتي ممكن أغار على ابني عمل تصرفي كثير غلاط على بنتي على أخوي على أختي أو صديق عزيز لألي أو جارفة موجودة بالمجتمع ولكن غالبا هي بتكون الغيرة الرومانسية إذا أنا بغار على شخص لأنه أنا بدي أتملك شخص أنا بدي أكون بمحور هذا الشخص بكمية كبيرة وطبعا هي بتكون بالنسب من شخص لتاني حسب الثقافة وحسب نوع الشخصية لما نحكي عن الأسباب وهي بتكون ما بين الرجل والمرأة على حد سواء حسب التربية وحسب أسباب كثيرة فممكن تكون تتعدى الحياة الزوجية نعم نعم سيدة مريم يعني لو قلنا تنبيقات الغيرة الاجتماعية لو عدنا إلى الغيرة الزوجية هل هي بالفعل مشاعر مطلوبة؟ يعني بالفعل يجب أن تكون هناك مشاعر الغيرة لتكون العلاقة صحيحة؟ نعم لا بد أن يكون هناك هذه المشاعر بين الرجل والمرأة لأنها تعبر عن الاهتمام والحب في العلاقة الزوجية وهي كما تفضلت الأخت المستشارة الدكتورة نسرين هي ملح للعلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة وملح لأي علاقة بين رجل وأمرأة يكون هناك نوع من الغيرة يكون هناك نوع من الغيرة هذه تعكس اهتمام الرجل المرأة وتعكس اهتمام المرأة أيضا بالرجل فقليل من الغيرة مطلوب في أي علاقة زوجية بين الرجل وأمرأة أو في أي علاقة حتى علاقة أحيانا الأشقاء في بعضهم بعض. ستكون هناك أيضا نوع من القيرة والتنافس. لأنها لا تقتصر القيرة فقط على العلاقة الزوجية فقط. وهناك أنواع أخرى من القيرة. هناك قيرة عائلية. قيرة الأخوة من الأخوات وهي مذكورة. حتى في القرآن الكريم. كغيرة أخوة سيدنا يوسف. من اهتمام الأب وأحبه لسيدنا يوسف عليه السلام. هناك أنواع متعددة. أيضا هناك تكون القيرة موجودة حتى في مجال بيئة العمل. وتكون أيضا موجودة في العلاقات الاجتماعية. ولكن تكثر القيرة في الحياة الزوجية. يمكن بصورة أكثر وبصورة ملحوظة. وهي التي متعارف عليها. نعم. وهي المتعارف عليها في مفهوم القيرة. هناك أيضا نوع من القيرة تحدث أحيانا تتعدى الحدود حتى في علاقة الأصدقاء ببعضهم البعض. هناك نوع من القيرة يحدث تنافس. أو أحيانا يكون الطرف الآخر لديه نوع من عقد النقص كما نقول. أو إحساسه بفقدان الأمانة. وخوفه من فقدان الطرف الآخر. فتتم مشاعر القيرة. وعلى أحيانا تصبح مؤذية هذه القيرة. نعم. 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 تؤثر عليهم. ونذكر مشاهدينا أنه يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة. ينضم إلينا عبر الهاتف محمد من السعودية. السلام عليكم. أهلاً وسهلاً. فيها الغيرة وفيها الفتنة. الفتنة الشيطان والغيرة. وهذه أسباب السواريس. تقول ودخل الشيطان بالفتنة. وتصير الغيرة. وتعندها إيمان وتقول والله مكان غيره. ولا أجهة جواز ولا أجهة فتنة. لكن الشيطان يشغل المدينة. فتقول الله. اذكروا معوذة في الهراث وذات وقروا في البيت. عشان تبعد الفتنة. إن شاء الله تبعد الفتنة. حتى في الحال الفتن. في الفلسطين. في الأمه العربية. فاذكروا الله. ومن ذكر الله بحفظه الله في الدنيا في الأقرى. نعم شكرا جزيلا سيد محمد على هذه المشاركة. سيدة نسرين عندما نقول. دائما ما تعبر الغيرة عن الحب. ولكن بعض السيدات أو بعض الرجال أيضا يشكون أن لا غيرة. هل عندما لا تكون هناك وجود غيرة. هل هذا دليل على عدم وجود الحب أم هذا شأن آخر؟ لا سيدتي. ليس شرط أن أكون أنا بغارة على شريك حياتي. معنات أن أحبه أو العكس صحيح. ما في علاقة ما بين الغيرة وما بين الحب. بس نحن نحكي عن الغيرة السلبية أو غيرة إيجابية. أنا قلت أن هناك غيرة إيجابية من باب الاهتمام. من باب أن أحب شريك حياتي. ولكن إذا نتطلع أنه لازم شرط أساسي وجود الغيرة في علاقة الحب أو بالحياة الزوجية أو حتى العاطفية. بقول لا مش ضروري. لأنه بالنهاية منقدر نقول أن الغيرة مش موجودة بكل شخص. ممكن أشخاص في دلائل لهذه الغيرة. مثلا أنا جاذبية المرأة بتخلي الرجال الغار عليها. هذا منعتبره مثلا سبب أو بيئة عمل الرجل. مثلا بيشتغل بسالونات العلاقة للسيدات. فممكن بتعامل مع أجواء فيها سيدات. ما ممكن تكون هون نوعا ما في غيرة. ولكن بقول أن الغيرة إذا بتزيد عن حدد طبيعي في العلاقة. بتكون كثير غلط لأنها مدمرة. لأنه بتكون أساس في الشخص اللي بيغار. ممكن الشخص اللي بيغار عنده مواصفات بشخصيته. هو مثلا نقول ضعيف شخصية. ممكن أنه حاسس عدم الأمان الموجود بالعلاقة. فهون نحن نقول لازم يكون في غيرة. لأنه حاسس أن الشريك ما بيعطيه اهتمام أو فيه اختلاف معين. أو ما فيه حوار مستمر. أو ما فيه يقضي وقت معين مع شريك الحياة. أو ممكن يكون الشخص اللي بيغار كان عنده علاقات سابقة. أو كان عنده زواج سابق. فشاكك أنه بعلاقة سابقة كان فيه خيانة من الحبيب أو الشريك السابق. فهون بيصير عنده شعور بالغيرة. لأنه يكون ماضي الشخص اللي بيغار منه. أو ممكن يكون فيه دلائل معينة بهذه الغيرة. فشانه هيك بقول لا مش ضروري بالعلاقة الزوجية يكون فيه غيرة. بس الأهم أنه بالعلاقة الزوجية يكون فيه اهتمام وحوار. عدم وجود اهتمام وحوار بيؤدي لعدم وجود أمان في العلاقة الزوجية. وبأدي يكون فيه خلل أو فقدان فيه شيء يكون مفقود داخل هذه العلاقة. لازم نبحث عليها. فهون بيؤدي أنه وجود غيرة بالعلاقة الزوجية. أما شرط أساسي لا سيدتي. وبالفعل كما ذكرت هناك مستويات للغيرة. وأن لا تصل إلى الحد المرضي. وهذا ما سوف نتطرق إليه. وردنا سؤال تقول صاحبته. هل من حق الزوجي بدعوة الغيرة أن يفتش في هاتفي؟ أستاذ مريم كيف تردين على هذا السؤال؟ هو تعبير عن مشاعر القيرة تختلف من شخص لشخص. يعني هناك بعض الأشخاص قد يعبر عن مشاعر القيرة. أما بطريقة لفظية أو طالة النظر أو أحيانا بالتجاهل لتلك المشاعر. أحيانا تصل لدى القيام بتفتيش. حتى في الممتلكات الشخصية للطرف الآخر في المحفظة. في الهاتف الجوال. حتى أحيانا في السيارة. يعني يبحث أحد الطرفين. إما الرجل أو المرأة عن دلائل تريح هذا الشخص. الواقع هو طبعا ليس من حق أي طرف من الأطراف التعدي على الخصوصيات الطرف الآخر. مهما كانت الأسباب. لا بد من احترام العلاقة. ولا بد من ترك مساحة للطرف الآخر. مساحة من الحرية. مساحة من الشعور بالملكية الخاصة له. لا يجوز التفتيش في هاتف الرجل. سواء للمرأة أو الرجل يفتش أو ينظر في هاتف الزوجة. نعم هذه المؤشرات أحيانا تكون مؤشرات إما تكون لدى الرجل أو المرأة أعراض مرضية. يكون وهم مرض أو وهم الغيرة أو الشك. أحيانا تكون هناك مثل ما قالت الأخت الدكتورة خبرات سابقة للرجل أو المرأة في تعرضهم لخيانات سابقة أو فقدان عزيز. خوف من فقدان هذا الشخص الذي يشعر بتملكه. ولكن في كل الحالات نقول الثقة مطلوبة لابد أن تبنى العلاقة الزوجية على الثقة. وإذا اهتزت هذه الثقة. أعتقد أن العلاقة تكون مهزوزة وتؤثر بشكل كبير على العلاقة بين الرجل والمرأة. وأيضا تنعكس على أبنائهم. نعم أستاذ نسرين ربما هذا شكل من أشكال الغيرة. إذا وردنا أيضا تعليق آخر تقول صاحبته أن زوجها لا يحبها لأنه لا يشعرها بأنه يغار عليها. هل هذا التصور أو هذه النتيجة هي برأيك صحيحة نوعا ما؟ سيدتي يريد أن نغير كلمة لا يغار عليها لا يهتم بها. لأنه الاهتمام أساس أي علاقة. الاهتمام. الاحترام. التقدير. المشاركة. الحوار. فهي ممكن يتعبر بكلمة غيرة. يعني أنا ما بدي يكون نقول لكل الستات نعم ابحثي إذا الزوجك بغار عليك. أو العكس صحيح يا عزيز الزوج. ابحث إذا زوجتك بتغار عليك أو لا. بس أحيانا بكون في دلائل الست بتحس. لأنه أي شخص موجود بعلاقة معينة بحس بأعراض أنه شرك حياتي بطل يحبني. شرك حياتي ما بيتم فيه. شرك حياتي بقضي وقت أكتر برا. شرك حياتي بيعرفي غاز للآخرين. طب عندي بالبيت ليش ما بيعرف يقول كلمة حلوة. شرك حياتي بحب يطلع على الجنس الآخر أو طرف الآخر بطريقة كتير حلوة. بكون الطرف الآخر جذاب. فهون بتكون بعد الأدلة بتقولك إنه هي الزوج بيعرف أو الزوجة بتعرف تعطي اهتمام للآخرين للطرف الآخر. بس ليش ببيتي لا. فهم بزيد عندها الشك بالغيرة. إحنا ما منقول إنه الغيرة تتحول لشكه دائما. بقول لا بتصير عنده علامة استفاهم ليه ما بيهتم فيه. فعشان هيك بقول للطرفين. ما يكون عندك اعتقاد أو وهم إنه أنت رح تفقد شريك الحياة. وعبر عن مشارك لشريك الحياة إنه ليش أنت ما بتهتم فيه. وبنفس الوقت الطرف الثاني ما يستفز الشريك أو ما يعطي تصرفات. تدل أو تأكد إنه شريك حياته عم بيغار عليه. فعشان هيك بقول الاهتمام كثير ضروري بالعلاقة الزوجية. لأنه أنا بخاف إذا الزوجة بظلها تقول إنه زوجه ما بيغار عليه. يعني هو ما بيهتم فيه. فللأسف ممكن تصير تبحث عن الاهتمام من أشخاص آخرين. تبحث عن المشاعر من الأشخاص الآخرين. بدأ تبحث إنه هي تكون جذابة من الطرف الآخر. فهذه لعبة أرجو إنه ما تلعبوا بالنار بهذه اللعبة سواء الغيرة أو الشك. نعم وهنا نذكر أن للطرفين إن كان الزوجة أو الزوج. وأيضا مشاهدين من الأسئلة التي وصلتنا علي يقول. هل أحكي لخطيبة قصة زواجي الأولى والتي انتهت بالطلاق. أم أنه من الأفضل ألا أخبرها بها. حتى لا تفتح باب الغيرة والشك ناحيتها. خاصة أن طليقته ابنة عمي والتي تعيش معنا في نفس الحي. أستاذ مريم مثل هذه الحالة بعض الأشخاص أو بعض الرجال. ربما لا يتطرقون لبعض المواضيع خوفا من غيرة المرأة. والتي ربما تسبب لهم بعض المشاكل في مثل هذه الحالة. هل الصراحة مطلوبة أم الخفاء هنا ضروري؟ هو بالنسبة للصراحة طبعا مطلوبة في العلاقة الزوجية. ولكن الرجل يستطيع أن يتحكم في درجة هذه الصراحة. خفاء موضوع طلاقة على زوجته الثانية كزوجة أولى لديه. هذه طبعا يهدم العلاقة الزوجية. وأنا أعتقد أن الصراحة مطلوبة في درجة معينة. أو بنسبة معينة في علاقتها مع الزوجة الثانية. ولكن هناك بعض الخصوصيات التي لا ينبقي أن يذكرها إلى زوجته الثانية. أو يذكر مشاعر تجاه الطرف الزوجة الأولى. هذه تثير مشاعر القيرة لدى المرأة. هناك أيضا بعض الأزواج يتعمد ذكر محاصن أو انتقادات زوجته أمام الآخرين. ويذكر محاصن نساء أخريات. حتى لو كانت أمها. حتى لو كانت أخواتها. بعض النساء تغيير على زوجها من هذه الأمور. فينبقي أن يعرف الرجل أو تعرف المرأة ماذا يستثير هذا الرجل. من ماذا يقير. عليها أن تبتعد عن المواضيع التي تثير النزاع والخلافات بينها وبينها. ولكن الصراحة مطلوبة في الحياة الزوجية. الصراحة لدرجة معينة بنسبة متفاوتة. يستطيع الرجل أن يقيس نبض المرأة. ويعرف ما هي المواضيع التي يفتحها أمام هذه المرأة. وماذا يتكلم عنه عن حياته الزوجية السابقة. ولكن يخفي الموضوع تماما عن زوجته الثانية. على أساس أنه مطلقة. نعتقد أن هذه فيها نوع. لو اكتشفت الزوجة من شخص آخر. هذه العلاقة تسبب مشاكل. تسبب مشاكل. وتسبب حيانا نهدم للعلاقة الزوجية. فالصراحة مطلوبة. ولكن بقدر معين يستطيع الرجل أو المرأة أو أي حد من الأطراف أن يقيس هذه النسبة الصراحة. وما هي المفتاح للزوج أو الزوجة في كل الأطراف وفي كل الحالات. يستطيع الرجل أن يقيس نبض المرأة. وتستطيع المرأة أيضا تقيس نبض الرجل في هذه الأمور. بماذا يتحدث وعن ماذا يتحدث. لا يحاول أن يثير إقيرة المرأة ومشاعرها باستفزازها. وبمقارنة بينها وبين الزوجة الأولى السابقة. ولكن الإخبار في هذه الحالة ضروري. ضروري جدا نعم. نحاول الإجابة على بعض أسئلة متابعين. ربما لأن هذا الموضوع يتعلق نوعا ما ببعض التجارب الشخصية. نتوقف عند سؤال آخر. أرسلته جميلة إلينا تقول فيه. أشعر أن خطيبي يمثل علي مشاعر الغيرة. ولا أشعر أنه يغار علي. فعلا كيف أكتشف صدق غيرته؟ وكيف أعرف أنها ليست من الغيرة المرضية؟ أستاذ نسرين كيف يمكن أن نجيب جميلة عن هذا السؤال؟ سيدتي سؤال حلو. نحن نحكي للستة التي سألت هذا السؤال. أنه نعم في بعض العلاقات العاطفية أو بعض العلاقات الزوجية. يكون أحد الطرفين يمثل الغيرة. أو ليس كمان يمثل ما عنده القدرة أو مبني في طريقة شخصيته. بالمبادرة أو بشعوره الداخلي. أنه يهتم بالطرف الآخر. هذا دليل إيش؟ دليل أنه يكون عند أهله. شايف القدوة بين الأهل. أن الأب لا يهتم بالأم. فهو تعود أنه لا يعطي الاهتمام. أو لا يعطي المبادرة. أنه يغار على شريك حياته. فعشان هيك أقول يا سيدتي. إذا أنت متأكدة من شعورك. بأن الشريك الحياة أو الشريك المستقبلي. أنه فعلا ما يعطيكي مشاعر. حاولي أنك عبري إلى إله. أنه ما تعطيني مشاعر. وبنفس الوقت. ما تطلبيها بطريقة مزيفة. وبنفس الوقت يكون عندك دلائل على هذا الموضوع. وما ظل لك تتأكدي أنه شريك حياتي ما يهتم فيه. يبقى هو يعطيني مواصفات أو سلوكيات مزيفة. لأن أحيانا في بعض الأزواج. ما يعرفوا. ويعتبروا أن العلاقة الزوجية. هي عبارة عن أفعال أكثر منها. مشاعر أو حب أو غيرها. في بعض الأشخاص يعتبروها ضعف. وبنفس الوقت. هو ضعف بشخصية الشخص الذي يغار. ممكن يا سيدتي. أنت معتمد على زوجك كثير. أو شريك المستقبل كثير. فانتبهي. يكون عندك محاور ثانية في حياتك. لا تركزي على هذا الجانب. وممكن بنفس الوقت. أنت عندك بشخصيتك تكوينك. تحب السيطرة أكثر. وتحب تتملك شريك الحياة. وتحب تتحكم في تصرفاته. فأقول لك. انتبهي. ليس ضروري أنه يهتم فيك. وممكن بنفس الوقت. تكون عندك جينات. أحيانا أنت انتبهي. ممكن هو مش قاسد. أنه هو ما يعطيكي مشاعر لغيرة. أو ممكن بحاول يقلد. لأنك أنت لفت نظره. بحاول يبذل جهده. أن يعطيكي هذه المشاعر. بس ممكن مش قادر. بس هذا لا يعني أنه أنا. بكذب بمشاعري. بس بحاول أرضي الطرف الثاني. فممكن يكون في عندك جينات. أو ممكن يكون عندك بالوراثة سلوكيا. بالنسبة لأهلك مكتسبة. أنه أنت تشوفي أن أمك كثير يتغرع على أبوك. كيف أنت تقلدي النمط الموجود عندك بأسرتك. أنك أنت تصيري تقلدي الوالدة. بأنك أنت تشكي أن شركة الحياة مزيف في غيرته علي. فعشان هيك أقول ما تلكم تأكدوا على موضوع الغيرة كثير. أهم من الغيرة أن يكون في مشاركة بالحياة الزوجية. أن يكون في اهتمام. أن يكون في احترام. أن يكون في أمان بالعلاقة. أنه ما يكون عندك وهم أن هذه العلاقة ستفقديها. لأنه بالأساس يكون بشخصيتك. أنت يمكن أن يكون عندك نقص بشخصيتك. يكون عندك سلبيات بشخصيتك. ابحث عنها. وحاول صلحيها. وعبر دائما في علاقتك الزوجية مع الشريك. نعم. ومشاهدنا كنا قد طرحنا على جمهورنا على فيسبوك. سؤال عن رأيه في الغيرة بين الأزواج. وجاءتنا الردود على النحو التالي. نتابع معنا. ترجمة نانسي قنقر الغيرة ضرورية بين الزوجين. وهي دليل على الحب. وفي نظري إذا قلت الغيرة بينهم معناته في خلل في العلاقة. محمود صاحبي بيقول اللي تثقة في النفس. الأستاذ أحمد والأستاذ أيمن بيقولوا أمري طبيعي. ومجاهد بيقول لما تقوز هبأوا الغائي. والله أنا أشوف الغيرة شي عادي بين الزوجين. إذا غارت المرأة على زوجها. هاي سبب لأنها تحبه. وإذا غار الزوج على زوجته. بعد أن أشوف أنه حب واهتمام. والله زوجتي عندما أحاكيها أقول لها أريد الزواج من فتاة أخرى بنية المزهح تقوم القيامة ويبدأ الحساب ومصير جهنم سبحان الله. وعندما أخبرها بأن الشرح حل الأربع زوج تقول لي. الرجل يغير على مراته ده شيء طبيعي. لكن الست اللي وثقة في نفسها استحالت غير على جزها. لأنها عارفة إن مفيش زياها. إذا غارت المرأة عرفت أن هناك من هو أجمل منها. وإذا غار الرجل فهذا من كمال رجولته. شوفوا عاد، الغيرة تخلف وجهل وعدم ثقة. شيء طافه بالنسبة لي. إذا غارت المرأة فاعلم أيها الرجل أنها أحببتك وفضلتك عما هو أعز على قلبها. فإن لم تصن حبها وغيرتها عليك فاعلم أنك فقدت صديقا وأما وأخا وأختا كانت لك. الغيرة تعكس الحب. كلما زادت غيرة الشريك كانت دليل على حبه العميق. توكي نتزوج أنجم جاوبة. إذا لم يغر الأزواج على بعضهم فإن قيمة الآخر لا تساوي كشرة بصلة. الغيرة دليل المحبة الحقيقي. الغيرة سلوك ينتج عن عدم الإحساس بالأمان وتحدث كردة فعل لإحساس الشريك باحتمال فقدان شريكه. لذا كلما كانت العلاقة مستقرة قلت الغيرة والعكس. بصراحة كل شي جميل بس بحدود ويكون وسط. أستاذ مريم تابعت معنا تعليقات بعض المشاهدين حول موضوع الغيرة. وهناك تفاوت كما لاحظت في النظر إلى الغيرة. منها من يقول أنها ربما تعبر عن مرض نفسي أو نقص في الشخصية. ومنها من يقول أنها بالعكس تعبر عن الحب بين الطرفين. متى تتحول هذه الغيرة إلى شك وإلى غيرة مرضية فعلا؟ أو أنها لا تكون سبب من أسباب مشكلة في الشخصية؟ أولا أود أن نعلق على بعض الأخوات التي قالت أن الغيرة عندي تافهة جدا. لا الغيرة ليست تافهة دائما. بالعكس هي تعكس الاهتمام والحب ومدى تمسك كل من الطرف بالطرف الآخر. أنا أعتقد أن وجودها في الحياة الزوجية جدا مهمة. وأن الحياة كانت علاقة أصدقاء. حتى تكون حيانا علاقة الأصدقاء تشبه نوع من التنافس. تشبه نوع من الغيرة. وهذه من المشاعر التي تكون سلبية في بعض الأوقات. ولكنها تعطي الحياة الزوجية نوع من النكهة والطعم بين الزوجين. وتشعر المرأة ويشعر الطرف الآخر أنه لا زال في قلب الطرف الآخر لديه مكانه. أود أن يعلق أيضا أن اهتمام الرجل وغيرة الرجل أحيانا على المرأة تتمثل في سلوك آخر. أحد الخوات عندما قالت أن زوجي لا يغير عليه. هو يغير عليك ويهتم فيك. ولكن بعض الرجال لا يعبر عن مشاعره بحكم طبعا سلوب التربية التي تربى عليها. ولكن تتجسد اهتمامه وحبه وغيرة على زوجته في أفعال. في أفعال وفي اهتمام بالأسرة. في اهتمام بأطفاله. اهتمام بالأوقات العائلية التي يقضيها. نرجع إلى تحول الغيرة إلى سلوك سلبي. نعم تتحول الغيرة إلى مشاعر يشوبها الشك. والوهم في بعض الأحيان. تنعكس في تصرفات كل من الطرفين. إما تكون لها ردة فعل جدا سلبية. يلجأ أحد الأطراف إلى التفتيش في خصوصية الطرف الآخر. أحيانا تتبع الطرف الآخر. وتتبع أين يذهب. أين أتى. من تحدث معه اليوم. حتى لو كانت تحدث مع صديقاته. أحيانا البعض يمنع الزوجة. حتى من زيارة الأهل. أو التجمع من الأهل والاصدقاء. بدافع من الغيرة. هنا تكون الغيرة تجسدت بصورة سلبية. وتحولت من غيرة فيها نوع من العاطفة. وفيها نوع من الحب إلى غيرة مرضية. وهذه طبعا يرجع إلى التركيبة النفسية. وأسلوب تربية كل طرف. هناك مشكلة. بالنسبة لنواحي الغيرة. بعض السيدات يقلنا يعبرنا عن الغيرة من خلال. أو الاهتمام كما ذكرت السيدة نسرين. من خلال الكلمات. ومن خلال الاهتمام إلى ذلك. ولكن بعض الرجال يقولون. أنا أغار على زوجتي. وأهتم بها بالأفعال. وليس بالكلمات. هنا التفاوت هنا. وربما تحدث بعض المشاكل في هذا الموضوع. الرجل الشرقي. بطبع قليل تعبير عن مشاعرها. هذا يرجع إلى أسلوب التربية. بأنك أنت رجل. ولا يجب أن تبكي. ولا يجب أن تعبر. ولا يجب عليك أن تقول كلمات. قد تعبر عن ضعفك. نعم عن المشاعر. لذا نجد أغلب الرجال الشرقيين. وأغلبهم البعض منهم. لا يعبر. لا يستطيع أن يعبر. وليس معنا ذلك أنه لا يمتلك هذه المشاعر. بالعكس تكون مشاعر فياضة. ولكن يحتفظ بها لذاته. ولا يعبر فيها للطرف الآخر. وهنا تظهر شطارة المرأة أو الطرف الآخر. في كيف تجعل هذا الطرف أو الرجل هذا يعبر عن مشاعرها. هي مسألة تدريب. هي مسألة مواقف. تحتاج إلى وقت طويل ليظهر هذا الرجل مشاعرها. وإن كان لا يعني ذلك أن الرجل ليس لديه غيرة. هي المشاعر الغيرة مشاعر فطرية. موجودة ولكن التعبير عنها ربما يختلف. فريقة التعبير عنها تختلف من شخص إلى آخر في الحياة الزوجية. ونجد أيضا هذه الغيرة موجودة. السيدة عائشة رضي الله عنه كانت تغير على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبرز مثال لما جاءت سيدة صفية أرسلت بإناء فيه أكل للرسول صلى الله عليه وسلم. فسيدة عائشة قامت وكسرت هذا الإناء. فأدرك الرسول حب سيدة عائشة. وقدر هذه المشاعر وتعامل معها بهدوء والصمت. فندمت السيدة عائشة على تصرفها. أحيانا طريقة ردة فعل الطرف في الحياة الزوجية. هي تحتوي المواضيع هذه. ويستطيعون التقلب على هذا المرض. ولكن عندما تتحول إلى نوع من الوسواس أو إلى الشك. أنا أعتقد أن هذه المشاعر تحتاج إلى من يروضها. أو من يقودها أو من يرشدها إلى الطريق الصحيح. وحيانا في بعض الحالات تحتاج إلى تناول أدوية لمرض نفسي. نعم أستاذة نسرين. بعض الأشخاص ربما بتبرير الغيرة. أو تحت ستار الغيرة. يبررون لأنفسهم. إن كان الطرف الزوج أو الزوجة. يبررون لأنفسهم التسلط. السيطرة. وتصل أحيانا إلى حد الاستبداد. بحجة الغيرة. نعم سيدتي. بيكون أحيانا كثير تبرير. بس تسمحي لي تعطيني وقت كثير صغير. أعلق التقرير. تفضل. لأنه كان في جملتين كثير غلطة. وكثير متناقديا. نعم. في بعض الأشخاص قال أنه كل ما كان في غيرة أكثر. كل ما كان في حب أكثر. أنا بقول لا. كل ما كان غيرة أكثر. ممكن تقلب لصورة سلبية. وتقلب لا شك. وبتدمر العلاقة الزوجية. وفي شخص ثاني قال أنه كل ما كان في استقرار بالعلاقة الزوجية. كل ما بتقل الغيرة. وبقول نعم. لازم يكون في استقرار بالعلاقة الزوجية. الآن التبرير. أنا بالنسبة لي كثير غلط. أنا أبرر. على أساس أنه بالنهاية بطلع هو حب سيطرة. بطلع أنانية من الشخص. بطلع عدم اعتراف في عنده مشكلة. ولكن أنا بقول التبرير من نوع ثاني. خلنا نقول التبرير الإيجابي. أنا لما أقول للشخص بالله انتبه أنا بغير عليك. شفتك بتمدح شخص قدامي أكتر مني. شوف لتك بتجامل. هذا تبرير إيجابي بالنسبة لي. لأنه بلفت نظره أنك أنت عم تعمل سلوك عم بيضيقني. يعني بلفت نظره أول مرة وثاني مرة وثالث مرة. ولكن بالنهاية لازم يعدل من سلوكه شريكي الحياة. لأنه أنا عم بلفت نظره سوري للسلوك الخاطئ. ولكن أنا إذا أنا ما اعترفت بسلوكي أنه أنا عندي غيري. غيري أكتر من حد الطبيعي. وممكن تأثر على علاقة الزوجية. ودائما بظلني أعطي مبررات وأسباب ليش أنا بغار. دليل أنه أنا ناكرة هاي المشكلة. فلازم أسأل لحولي هل صحيح شريك حياتي بيحكي صح بالنسبة للغيرة. وهل بالنسبة لي أنا فعلا عندي غيري. أو أروح عندهم مختصين حدا حياديين. مختصين استشاريين عندنا مثل نيجا أو عند غيرنا. نساعدهم نعرف إيش هي المعايير الأساسية بالنسبة للغيرة. فالتبرير المستمر دائما ممكن يزيد المشكلة أكتر. فأنا ما بنتباه لسلوكياتي. ودائما بظنى أبرر رغم أنه شريك حياتي عمبي بلفت نظري بتبريره. أنه في سلوك عندي غلط. فالتبرير أنا بقول كثير غلط بزيد المشكلة أكتر. وبزيد السيطرة أكتر وبزيد الأنانية أكتر. وبالنهاية بتكون في عقدة نخص أو مشكلة بنفس الشريك. فأنا ما بدي نكراني. دليل أنا ما عندي إشي حلو. يعني مثلا أنا بقول أنا أكون مش جميلة. وبغار على زوجي إنه بطلع على واحدة حلوة. هو عم بلفت نظري إنه بليز انتبهي إن أنت ما تغاري. أنا هون إيش بنكر؟ بنكر لا إنه أنا حلوة. وبنفس الوقت لا أنا ما بطلع على هديك الصبية اللي هي أحلى مني. فهون التبرير بيصير عندي بصورة سلبية. لذلك بولكم بليز ما بدنا نستخدم التبرير في الطرفين. فهذا ممكن يضرب العلاقة الزوجية سيدتي. نعم. مشاهدين نأخذ هذا الفاصل القصير. ثم نعود لاستكمال النقاش والتعرف على تعليقات متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. فتفضلوا بالبقاء معنا. إلى أي مدى نجحت الثورات المضادة في تثبيت أقدامها؟ ما الكلفة السياسية والاجتماعية والإنسانية للثورات المضادة؟ هل طويت صفحة الربيع العربي؟ أم أنه مرشح لاندلاع موجة جديدة؟ كيف تستفيد ثورات الربيع العربي من تراكم الخبرات في حراكها المستقبلي؟ قوى الثورة المضادة للربيع العربي، الواقع واستشراف المستقبل، ندوة في مدينة إسطنبول، ينظمها مركز الجزيرة للدراسات، وقناة الجزيرة مباشر بالتعاون مع المركز التركي الآسيوي للدراسات الاستراتيجية، تسام. في العشرين من شباط فبراير الثلاثاء، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على الجزيرة مباشر. أهلاً بكم مشاهدين من جديد، ونتوقف الآن لنرى كيف يرى الأزواج والزوجات مشاعر الغيرة وأسبابها. لو نتابع معاً. والله الغيرة في حد ذاتها تولد حتى ما بين الأخوة رأي الغيرة موجودة، ما هو شو كان في المرأة والراجل، حتى بين الأخوة تتولد الغيرة. والغيرة طوى ظاهرة واللات ظاهرة عالمية، ما هيش معناها غير نحن العالم الثالث ناخذوها بسيونس أخرى. والله الغيرة على مرته، فهما اللي يبدأ حتى في كاره ومرته يجيه رأى واحد وراها، ولا حاجة يتقلق، وساعات من غير ما يشعر، وهي رأي مسبب من مسبب بيت المشاكل. الغيرة هذه، ولا حتى في البرتابل، ساعات يغلط واحد في البرتابل يطلب، وتبدأ مرتك بحديك في الدار، يطلب تقول لها شكون. عادي فما غيرها ما بين الأزواج، عادي مرات غير على رجلها ورجل يغير على مرته، أما كتب دفما الثيقة، معناها أنه مموت كل علاقة ماشية. هذه هي موضوعة فريمون، نعني ومنوا لعبادة كل، بخيس كلا بلو باغد أكثر الإنساء، مش باركة في تونس، يعني في العالم الكل، معارسة عندي خومستاشن سنة، في اللول كنت نغير بارشا، ومن بعد نقيتها حكاية فرغة، نغير مش ما نغيرش، أما مش كيما الأول، الغيرة بتاع المرأة للراجل بعد ساعات تخنق، وإلى تجيب مشاكل، وإلى تواصلك المرحلة اللي انتي معاش عندك ثيقة في روحك. دونك كي مش تفكر فريمون في دارك وراجدك اللي انتي تحبوه، دو بخي فغنس اللي انتي معاش توالي تغير كيما قبل، وخليها مبين البنين. كل شيء هو باعتدال، لا إفراطة ولا تفريط، حتى باش ما نكونوش، ما نمشيوش للنتيجة السلبية. الغيرة هي بالنسبة لي، معناها مرض، فهمت، من الأكسترام لأكسترام، فهمت، وكثرة حاجات برشا، معناها ليفزت المجتمع توحالين، ولا ويعطي غير بسيف، فهمت. موضوع الغيرة هو موضوع نفسي جداً، ويختلف أيضاً من حالة إلى أخرى، الأزواج عادة ما يغارون حينما يحسون بغريم أو منافس يدخل الدائرة أو ما تسمى في المحيط الضيق للرجل أو المرأة، والتي يشعر حيالها بالتملك وعدم الرغبة في منافسين يأخذون نفس المزايا التي يأخذونها، وبالتالي يشعرون بذلك الشعور النفسي الذي يتطلب منهم الدفاع عن الحوزة الترابية التي يمتلكناها. الغيرة هي شعور نفسي طبيعي في النفس البشرية، كل شخص يغار، يغار على محبوبته، يغار على عمله، يغار على مجتمعه، وبالتالي هي مسألة طبيعية جداً، لكن عندما تنحرف إلى شيء سلبي عندها نكون أمام مرض ناتج عن عدم الثقة إما في الطرف الآخر أو إما في المجتمع أو إما في الصدير. أعتقد أن الغيرة في الإنسان أمر طبيعي جداً، أي شخص يحب شخص آخر لازم أن يغار عليه إذا رأى أن هناك ما يستدعي ذلك، لكن هناك نوعين من الغيرة، الغيرة إيجابية وغيرة سلبية، الغيرة إيجابية هي أن تغار في الحدود، لأن لا تتعدى حدود الآخر ولا تتعدى عليه ولا تكون لبقى جداً، الغيرة السلبية هي الغيرة الدائمة وهي التي تسبب المشاكل ودائماً سببها عدم الثقة في الطرف الآخر، وهذه غيرة سلبية جداً، أما الغيرة التي بسببها الحب والإحترام فهي غيرة أنا أحترمها جداً وأحترم صاحبها، لكن مع الإحترام وتقدير الآخر. وحدثنا متواصل لمشاهدين في حلقة اليوم عن الغيرة المحمودة بين الأزواج ومجدداً نرحب بضيفتنا في الستوديو مريم المالكي المستشارة الاجتماعية والأسرية وعبر الإنترنت أيضاً من عمان المستشارة الاجتماعية نسرين خوري أهلاً بكما من جديد. أستاذ مريم، لاحظت من خلال التقريد تفاوت أيضاً بعض الآراء، ولكن ربما إجماع على أن الغيرة مطلوبة بوضعها الطبيعي وأن لا تتعدى الحدود. بعض الأشخاص يقولون أن الغيرة علامة لحب الشخص لنفسه أكثر من حبه للشريك أو هي علامة للتملك؟ نعم، الغيرة هي أحد المؤشرات للحب وليست كل المؤشرات وليست كل الدلائل. لأن أحياناً تكون الغيرة من نوع آخر بين الرجل والمرأة أحياناً أحد الأطراف في الحياة الزوجية يغير من الطرف الآخر. إما لجماله أو لكونه يمتلك مركز اجتماعي أو كونه مرموق اجتماعياً ويكون مجال عمل فيه اختلاط. هذه الأسباب أحياناً قياب الرجل لفترة طويلة دون أن يوضح للأسرة أسباب القياب. يثير الشك والغيرة لدى المرأة. التحدث لفترات طويلة في الهاتف دون عارة اهتمام للطرف الآخر. هذه أيضاً من الأسباب التي تؤدي إلى الغيرة. ولكن إذا قلنا أنها أحد دلائل الحب. لا هي ليست أحد دلائل الحب. هي أحد مؤشرات الحب وليست كلها. وإن كانت بطريقة أخرى تعكس اهتمام وحب الطرف الآخر. ورغبة أحياناً إذا وصلت إلى حد التملك. هذه تكون نوع من الحالة المرضية لدى أحد الأطراف. وهذه حالة غير طبيعية وغير محمودة. وتؤثر في ردات فعلها وفي سلوكيات كل من الطرف تجاه الطرف الآخر. ويكون أحياناً طرف الرد الفعل تكون سلبي. أحياناً المرأة تلجأ إلى أشخاص آخرين. أو أنها تتواجد في أماكن عمل الزوج. لتبحث من وراءها أو تسأل من وراءها. وهذا ما لا يستحب أو العكس صحيح. أحياناً أيضاً الرجل يغار من المركز الاجتماعي للمرأة. بطبيعة الرجل دائماً بحكم القوامة. وهنا تكون الغيرة من الشخص وليس عليه. نعم. أحياناً تكون الغيرة بالفعل من الشخص ذاته. يشعر الرجل أو يشعر الطرف الآخر أنه أقل حظاً من الطرف الآخر. فهنا تكون نوع من الغيرة. وتهتز الثقة في العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة. نعم. إذا أردنا أن نعطي نصائح للسيدات أو الأزواج بشكل عام. أزواج أو زوجات حول موضوع أن لا تتحول الغيرة إلى موضوع بالفعل مرضي وإلى شك مرضي. نعم. هناك طبعاً جملة من النصاح والإرشادات. أنا أتوقع أن في أي حياة زوجية لا بد أن تكون مبنية على الثقة. أولاً وأخيراً. هي اللبنة الرئيسية في العلاقة الزوجية. لا بد أن يكون هناك حديث صريح إذا شعر أحد الأطراف أن عدم وجود اهتمام أو تكون هناك غيرة زائدة عن الحد. لا بد أن يجلس الزوج والزوجة مع بعض. ويتحدثون بصراحة حول هذه النقاط. ماذا يزعج الزوجة؟ ماذا يزعج الزوج؟ لا بد أن يضعوا النقاط على الحروف. وتكون الحديث بهدوء وبعيد عن العصبية. نطلب أيضاً من الطرف الآخر الاستماع لما يتحدث به أو يتكلم به الطرف الآخر. أحياناً تكون هناك مواقف يسيء فهمها من أحد الأطراف. تتصرف المرأة أو تتصرف الرجل بطريقة يشعر الطرف الآخر بأنه انتهاك لخصوصيته. أو أنه انتهاك مثلاً لأسراره أو شعوره أن أنا محل شك هذا. يغضب أحد الأطراف سواء رجل وامرأة. لا بد من الاستماع وفتح بهدوء وبدون عصبية. وتفهم وجهة نظر الطرف الآخر. أيضاً نقول للرجل أن مشاعر المرأة بالقيرة هي مشاعر طبيعية. لا بد أن تتقبل هذه المشاعر وتعرف كيف تتعامل معها. لأن الغيرة لا نستطيع نزعها من قلب المرأة. وأن استطعنا أن ننزعها من قلب الرجل أو نبني جسور من الثقة بين الرجل والمرأة. ولكن المرأة تظل هي المرأة وستغير على الرجل مهما كان هذا الرجل. أيضاً لا بد الابتعاد عن الطرف الآخر لفترة معينة. وإعطاءه مساحة من الحرية. نعم هناك بعض من الأزواج أو الزوجات تحب أن تكون دائماً لاصقة مع زوجها. وتحب أن تعرف أين ذهبها ومن أين أتى وتحدث مع من. وخاصة إذا كان في مجال العمل. تتباه أنها تستطيع سيطرة على الأول. يشعر الرجل دائماً يحب أن يشعر بمساحة من الحرية. يشعر بمساحة من الخصوصية. أحياناً حتى الرجل يظهر شخصية أخرى في العمل تختلف عن شخصيتها في المنزل. لا يريد أن تنتهكها المرأة أو زوجة هذه الخصوصية. لا يريد أن تشغل المرأة نفسها إذا شعرت بالقيرة. لا يريد أن تشغل نفسها باهتمامات كثيرة. اهتمامات بأطفالها. المشاركة في النادي أو زيارة لصديقات أو زيارات عائلية. أيضاً الثقة بالنفس مطلوبة في المرأة. في المرأة والرجل. نعم يمكننا نتكلم من جانب المرأة. لا نعمل مصوبة على المرأة أنها التي تغار أكثر من الرجل. إذا كان حتى الرجل. مثل ما قلت لك أن هناك بعض الرجال يشعر بعدم الثقة بنفسها. قد تكون زوجتها أكثر حظاً في الجمال. قد تكون أكثر حظاً في المركز الاجتماعي. وهنا يستثير هذا الشيء عند الرجل. لذا لا بد أن تكون العلاقة الزوجية مبنية على الثقة. والحوار والاستماع والإنصاط. وتفاهم وجهة النظر الآخر وتقبلها أيضاً. نعم وكما ذكرت الحوار ربما أهم شيء في هذا الموضوع. أستاذا نسرين نريد منك نصائح للأشخاص. هناك بعض الأزواج أو الزوجات. إذا كان الطرف الآخر لا يغير. يحاولون استثارة غيرة الشخص الطرف الآخر. ببعض التصرفات التي تثير غيرته. هل تنصحين بهذه التصرفات؟ أم أنها تعود بالسلب على الطرفين أو على العلاقة الزوجية بشكل عام؟ لا سيدتي. هي تعتمد حسب الشخص المتلقي أو مرسل هذه الإشارات. أحياناً مثلاً أنا أكون قاعد مع زوجتي أو زوجي أو شخص شريك الحياة. نقول بشكل عام في جلسة عامة مع الآخرين. ليس غلط أن شريك حياته يعبد شريك الطرف الآخر. فهذا يعزز العلاقة. وبعطيه إشارة إيجابية أن أنا أغرع عليك. ولكن أنه لا يتمادى بالسيطرة. فبعض الإشارات ممكن أن تفيد أو تلفت نظر الطرف الثاني. ويذكره أن شريك حياته أنه يغرع عليه. فبيعمل بعض الإشارات. ولكن إذا كانت الإشارات الزيادة عن اللزوم. مثلاً نقول الزوج أو الزوجة بيمدحوا شخص ثاني أكتر منه بيمدحوا شريك الحياة بكثرة أو بيلفتوا الانتباه. فهون طبعاً بيكون عليها علامة استفهام. لأنه هون بكون هذه الإشارة سلبية أكتر. بس خليني أؤكد على شغلتين سيدتي. دائماً غيرة موجودة عند الرجل والمرأة على حد سواء. ولكن بليس بدي أقول معلومة للرجل والمرأة. أنه غيرة الرجل أصعب وأكتر من غيرة المرأة. لأنه غيرة الرجل خانقة أكتر. لأن الرجل ممكن بتصرف معين. يحق له يتصرف مع الزوجة. يقول له مثلاً ما تحطي ميكياج لما تطلع. لأنه أنا بغير عليك. ما تلبس كذا. تروحيش على الشغل إذا كان بيئة عملها رجال أكتر. فهو بيكون مسيطر أكتر. ممكن يتحكم بتصرفات المرأة أكتر. بعكس الرجل اللي لا يحق له. لا بعكس المرأة اللي لا يحق له أن تتصرف. تمنع الزوج من تصرفات معينة. لأنه بتعرفه إليه حرية وحدود أكبر في المجتمع الخارجي. فعشان هيك بقولي. بليز فيه اختلاف انتبهوا. والشغل الثاني بقول أنه غيرة الرجل على المرأة. لأنه بخاف أن الزوجته تدخل بعلاقة عاطفية. ولكن غيرة المرأة على الرجل. لأنه بتخاف أن الرجل يدخل بعلاقة جسدية. فعشان هيك بقولكم. فيه فرق خوف من المرأة على الرجل. عن خوف الرجل على المرأة. فعشان هيك موجودة بين الطرفين. ونهاية بقدر أقولك أنه معلومة كثير حلوة. إنه بليز انتبهوا فرقوا بكلمة غيرة. هلأ غيرة حلوة إيجابية من باب الاهتمام. بس ما قدركم تطلبوا كثيرا الغيرة من شريك الحياة. ممكن بتخنق أكثر وبتكون مدمرة. فلازم يكون فيه توازن بالعلاقة بين الطرفين. وما تعتمد سيدتي تأخذ الاهتمام. اللي هي برقوسين الغيرة من شريك حياتك فقط. لازم تأخذ الاهتمام من شغلك. من أولادك. من مجتمعك. من أهلك. من نشاطاتك الاجتماعية. لأن أنا برجع بقول. وقت الفراغ كثير. أو مراقبة شريك الحياة كثير. فبسرع لنا وقت فراغه. مضلنا ندقي بتصرفاته كثير. هذا بيؤدي أنه بيعكس سلبا على الشخص. فبليز انتبهوا. اقضوا وقت الفراغ مع بعض بإشي مفيد. وبنفس الوقت ما تنتبهي أنك تأخذ الاهتمام من شخص واحد. أو تعتمدي عليه. لأنه أنت بتكون ضعيفة سيدتي. بعلاقتك مع الشريك. لأنك أنت تستني من الحب. لأنك إنسانة. ما عندك أي مقومات تانية. فثقي بحالك. شوفي شوفي سلبيات أو ضعف بشخصيتك. حاولي تطوريها. أو نفس الشيء عزيز الزوج. طوري الشغلات. إذا بتشوف زوجتك بتظهر عليها. لأنه عندها مميزات أكثر منك. في الناس بعجبوا فيها أكثر. حاول أنت تطور من شخصيتك. لأنه تطوير الشخصية وتطوير الذات. بساعد أن الغيرة تقلم بين الزوجين. وإن شاء الله تكون الغيرة من باب الاهتمام. وأن لا تتعدى حدود الحياة الزوجية. نعم. ولدينا اتصال عبر الهاتف. صباح الخير. صباح الأنوار أخي. أهلا وسهلا. تفضلي. دلالة من قطر تفضلي دلالة. لما شاء الله ما قسروا. فيما يخص هذا الموضوع الحساس. والذي يمسك الأسر العربية خصوصا. لأنه من الشيمة العربي أن يكون غيور. ولا نطلق عليه مصطلح مو بحلو أبدا. الغيرة حلوة كتير كتير. وتدخل من باب الاهتمام. ببالي لا أكثر. إلا إلا كان الإنسان مريض. كل ما كان اهتمام الزوج بزوجته. وغيور عليها. لازم تحس بالإتمئنان. وتحس بالسعادة. وتحس إنها مال كموخه عقله. والعكس هو صحيح. بعرف واحدة يعني مثلا. من كترة الغيرة على زوجها. هو كان مدير ثانوية. كان تتبعه في كل مكان. مرة أخر كان عنده اجتماع على تحضير ثانوية عامة. كان عنده اجتماع. وكانت مديرة التربية المسؤولة هناك في الوزارة مرة. بس هما كانوا مديرات ومديرين وكذا. تعقبت وينما كان الاجتماع. الساعة سبعة ونصب. ظلوا يحضروا عشان الامتحان. وتوجيهي. راحت عليه ما شاب حالها. إلا دخل على باب الاجتماع. قدام الناس كلها. الرجل طلع استأذن من مديرة التربية. وطلع بره. وحلف عليها من ذاك اليوم. طلقها يعني. طلقها زوجها. لأنه الموقف اللي صار له. ما مشكله. وكان عندها الخلفية. إنه لما يكون عنده اجتماعات. تتبع أثاره كل مرة. والناس كله سمع في مكان شغله. إنه المرة غيرها بالزايد يعني. والعكس صحيح. في مرة من كثرة ما يغير عليها. زوجها من كثرة يعني حتى من الرقم القياسي. حتى ما صارت تشوف الدنيا زي الحريم. هي طلبة الخلع يعني. طلبة الخلع اللي تقول مش قادرة أتنفس. مش قادرة أشوف حياتي. كل شيء زي ما قال الأخ تونسي. نسبي نسبي. يعني الدنيا كتير كمان بتحس بالعقد النفسية. الواحد حتى لما يكون تحسيه من باب الحب ومن باب المحبة ومن باب السفر. أنت تكوني وفقة في نفسك. مدام غير عليك يعني يحبك. المسألة نسبية نسبية كتير. وشكرا للأخوات ما قصروا في الموضوع. شكرا جزيلا سيدة دلال على هذه المشاركة. وبهذه القصة وبهذه القصص ننهي حلقة اليوم من ساعة صباح. نشكر ضيفتنا المستشارة الاجتماعية والأسرية مريم المالكي. والتي كانت معنا في الستوديو. وكذلك الشكر من عمان عبر الإنترنت للمستشارة الاجتماعية نسرين خوري. والشكر أيضا لكم مشاهدينا لطيب المتابعة. نرجو لكم صباحا جميلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة